احنا راحين للحاجات اللي اهم حاجات شفناها بتتسبب في ارتفاع نسب الطلاق وخاصة في السنوات الاولى من الجواز هقول لكم حاجة في حاجات صغيرة كده ممكن ما نهتمش بيها عامل زي بالضبط الحصاء اللي بتكسر المحرات حاجات كده احنا ما نهتمش بيها لكن مع الوقت ولما تستمر يحصل التراكمات ويحصل ايه يحصل الوجع ولما يحصل الوجع يحصل الفراء والجفوة والبعد فيحصل الانفصال من اهم الحاجات الصغيرة ان احنا ما بنركز فيها لكن بتعمل وجع كبير قوي غياب لغة التفاهم بين الزوجين ده منبئ مهم جدا 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 من منبئات الطلاق يعني لما اشوف كده اسرة او اشوف زوجين بينهم لغة التفاهم مفقودة اعرف ان احنا راحين زي ما يقولوا عندنا كده نازلين حادر ناحية الطلاق فيه اسباب كتيرة بتأدي لتراجع التوافق من بين الزوجين فيه نظرية كده انا بحب احب اكلمها من الزوجين عليها حاجة اسمها الحساسية الزوجية ايه الحساسية الزوجية دي؟ ان كل واحد بيقفل التاني على الكلمة على الوحدة طب ايه السبب ده؟ السبب ان الناس ما تأهلوش للجواز وكل كلمة بيقولها شريك الحياة ليه همية تفسير التفسير ده جايبينه منين؟ جايبينه من حاجات كتيرة جايبينه من الكلام اللي حصل في الشارع الكلام اللي حصل لو احنا عاديين بنتكلم فيه الشغل الكلام اللي بتقال على السوشيال ميديا كل ده كمان الصورة النمطية عن المرأة والرجل ان الست رغاية مش شريكة عايزة تشاركني حوار عشان نبقى احسن لا الست رغاية والرجل شوف حضرتك لو قلنا احنا مشينا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي يسمع والسيدة عائشة بتحكي يمكن في تاني ده اطول حديث عن حضاش الرجل وعن حضاش الامرأة بتحكي عن زوجتها حديث المزارع حضرة النبي ما قالش على السيدة عائشة ان هي رغاية لكن الرجالة عندهم صورة نمطية ان الست رغاية مفيش حواء يعني هي مش عايزة تحورني عشان احنا نبقى احسن والراجل كمان الراجل الست عندها صورة نمطية الراجل مش حاطة البيت في دماغه الراجل مع نفسه الراجل لسه حاس ان هو عازب لعنده مسؤولية ولا عايز يتحمل مسؤولية يبقى ده السبب التاني السبب التاني هو الصورة النمطية للراجل والست السبب التاني هو عدم اعتبار الطرف الآخر يعني اما عنده صورة غير ايجابية عن الطرف الآخر خاصة ان رجالة مع الستات عندهم صورة عنهم ان هي شاورة وخليفة يعني انا ربيض طب ليه كده وان الست اقل خبرة وان الراجل دايماً عند كتير من الستات راجل ارعن مش راكز كده الحاجة الرابعة اللي بتخلينا نقع في عدم التفاهم التمحور حول ذات يعني ايه مش الكلام الصعب ولا حاجة ان الشخص بيدور حول نفسه هو اللي فاهم كل حاجة هي اللي عندها خبرات هي اللي هي اكتر معرفة امور البيته وهو ما يعرفش حاجة ولا يعرف حاجة في التربية فهي اللي عارفة كل حاجة ان كل واحد بيتمحور حول ذاته كمان عدم التأهل لفهم الاختلاف اصلا احنا في بيئات البيئة اللي عندنا دي انا شايف ان فيها مشكلة يعني لما نجي نتكلم عن الحوار الوطني احنا كمان عايزين نتكلم عن الحوار الاسري الحوار الاسري ايه ليه احنا ما عندناش مهارات الحوار فمش قادرين ندير الخلاف وكمان كل واحد رقم 6 بقى في الاسباب السعي لتنفيذ الارادة الشخصية دون اعتبار الطرف الاخر الاسباب دي كلها دي في لهم حاجتين مهمتين دول اللي بيمشي عليهم ايه اللي بيخلي فيه حساسية زواجية بهذه الطريقة ان فيه سقف توقعات عالي وفيه احتياجات كتيرة ما بين الزوجين الزوجة محتاجة امان الزوج محتاج طبطبة فايه اللي حاصل عندهم احتياجات غير ملباة بجانب انهم عندهم توقعات انهم خلصوا من ضغوط الاسرتين عليهم ويدخلوا البيت فيحسوا بانسام الجنة ويحس كل واحد ان هو يقدر يعمل اللي هو عايزه اشتركوا في القناة